كما أنها لم تحمهم من حر الصيف كذلك لم تحمهم من مطر الشتاء وعواصفه وبرودة طقسه النازحون في المخيمات يجددون حكاية مأساة الشتاء كما في كل عام منذ عدة سنوات مناشدات وصرخات استغاثة جاءت من مهجري مناطق جرف الصخر وحزام بغداد في مخيمات بزيبز وعمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار فضلا عن تلك التي تضم نازحين من صلاح الدين ونينوى وديالا في محافظات كردستان العراق تضمنت المناشدات إيجاد حل لتسرب الأمطار إلى داخل الخيم المتهالكة وعدم وجود مواد تدفئة في ظل انقطاع الكهرباء فضلا عن أزمات أخرى تتعلق بقلة الدعم الإغاثي وانقطاع المياه الصالحة للشرب يقول النازحون إنهم لا يأملون من الحكومة حلا جذريا لملف النزوح لكنهم يطلبون في أقل تقدير تهيئة المخيمات بحيث تصمد أمام عواصف الشتاء رغم يقينهم بأنه حتى هذه المطالب الأولية لن تجد من يحققها في ظل التجاهل الحكومي التام لقضيتهم وتحولها إلى ملف سياسي تتاجر به الأحزاب وتعمل عليه للتحقيق مصالحها وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت في تقرير سابق لها عن وجود أكثر من مليون ومائة ألف نازح في عموم العراق وبيّنت أن ما يزيد على أربعة وستين ألف نازح في العراق يشكلون نسبة سبعة بالمئة من مجموع النازحين الكلي في البلد يعيشون في ظروف سيئة جدا وأن أكثرهم يتمركزون في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالا وفي ضوء قضية النازحين يؤكد مراقبون أن تعامل الحكومات المتعاقبة معهم نابع من سياسة ممنهجة يراد منها إلغاء هويتهم وسلبهم حق الحياة على أراضيهم لتمرير مخططات تغيير ديمغرافي الرأس المدبر لها النظام في طهران